تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 386 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 67 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم دبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية كما تم دبط نحو 57 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم دبط 609 قضية من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال لدبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم دبط 14 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 156 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر